اهلا بكم فيديو جديد من قناتكم وحلقة جديدة ووستلاند سيرفايفل ومازالة المتابعين والدفاع عنها السلسلة الطويلة جدا من اللي احنا مكملين فيها بنعدل على بيوت الناس وبنقدر نقول لهم ازاي يقدروا يقوموا ويمكن كل لما كانت مستوى البيوت اقل هي دي قدرنا نساعد الناس وقدرنا نقول لهم نقعوها ازاي فهو ده هدفنا مستنين منك وفيديوهات اكتر ما نفكركم به هدفنا ان شاء الله ان احنا نوصل لخمس تلاف مشترك فاي حد بيتفرج علينا مش ده يا سعى الزرامة طبع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس والله نقرأ مجموعة من التعليقات قبل ما نبدأ نول إستان بيقول يا غالي عايزين هكر للعبة يعني الصراحة انا مش عارف السؤال الغريب جدا يعني هو انت يعني عايزنا مساعدك انك تسرق اللعبة فليه طيب ما تلعب وتستمتع يعني ميزة في الهجر مش فاهم. آآ سامر بيقول عم اطور بيت الكلاب لمستوع ثلاثة وهيوع ثلاثة ايام والكلاب آآ مش هيجوا اول آآ عفوا الحيوانات مفيش طعام كفاية لها. آآ الطعام لما بيقل الحيوانات انت بتقدرش تحرك بيها. ولا بتموت ولا بيحصل لها اي حاجة. فهي دي النقطة. ما تخافش من قصة آآ تقليل الطعام. السابع بيقول ما عليش دلوقتي وليش التفكيك هتفكك اسلحة ليفل خمسة او هي هتفكك اسلحة ليفل خمسة لما ترفعها الى مستوى خمسة. ترفعها مستوى خمسة تقدر تفكك بيها. معنا اول حد النهاردة عمر آآ ببكر ويمكن عمر كان باعت لنا قبل كده. هجوم وهو يمكن موجود في المدينة او موجود في البيت قبل ما الهجوم يحصل. يعني في وقت الهجوم بالزبط. والناس دخلوا بقى ابتدوا يكسروا. يمكن عمر احنا شوفنا البيت بتاعه. البيت بتاعه يمكن مستوى كويس جدا. آآ ده الزعيم العسابة اللي واقف بيتفرج على الجالة بتاعته هو بيتكسر البيت. آآ الفكرة ان دايما الخشب اللي برا او اللي برا بيكون آآ خشب. زي ما انتم شايفين كده الراجل ده واقف بصه معلم مالوش دعوة. مستني الناس طبعا هو هنا بيعرضنا آآ الطقم بتاع الشرف اللي هو لابسه. ومعاه ومعاه سيف الضابط يعني معاه يعتبر الاسلحة الاخوة في اللعبة. آآ هو سابر راجل واقف بقى خلاص قال لك خلاص بنبقى كده هو قتل الناس اللي بتكسر خلاص آآ قال يرف شوية يروح ياخد الحيوانات الاليف بتاعه. معاه الف وولف والف ويمكن عشان في حد برضو آآ كان بيسألني على اقوى الحيوانات والف. يمكن الالف اولف انا عجبني جدا لانه اولا سريع وقوي. آآ فمن الحيوانات القوية جدا اللي آآ موجودة. بصوا بقى هو معتمد يعني بصوا آآ ما بيضربش. الراجل واقف متجمد. هو الراجل مش يصدق ان رجالته مات. فيعيني واقف مصدوم. الكلمة هنا طبعا آآ وعفوا عن الالف اقول فهيبتدي يضربوا آآ ابتدى يضرب لما عمر آآ ابتدى. ووو. ويعني امنه وقع. وابتدى الراجل ايه? قال صحي من النوم. صحهم النوم. صحهم النوم عشان هي يعني. آآ يعني حاجة قريبة جدا. في اللعبة المستوى الزكاء بتاعهم يعني منعدم. مش منحضر منعدم خالص ما فيش اي نوع من انواع الزكاء. لسه يمكن لحق ان في ديناميد ويمكن دي الميزة في انك تعمل البواب اللي برا او تعمل الحواقات اللي برا خشب. لما بتعمل اللي برا خشب هما بيخشوا ما بيكسروش بالديناميد. فبيبقى على الاهل معاهم واحدة ديناميد. يعني دي الميزة اللي عمر استفادها من الهجمة دي انه هم عنده الحواقات اللي برا خشب ان هما ما هستخدموش الديناميد اللي معاهم. آآ يمكن هما كسروا هنا او يمكن دي كانت متكسرة من آآ برا قبل كده. ما عرفش يعني عمر آآ واضح انه بيرعب كتير فالهجوم بيبقى اكتر. وطبعا بالنسبة للنقطة بتاعة المالوي بتاع آآ العلامة بتاعة قطاع الطرق. عشان برضو الناس بتسار عليها. آآ انا كنت متخيل زمان ان هي لها عدد معين من الناس بتقتلهم او بت آآ يعني بتقتلهم فيبتدي آآ يحصل الهجوم. احنا ديسا مكمليين مع عمر ده الفيديو التاني ويمكن هاجمة تانية برضو في نفس الوقت هنشوف كده البيت آآ بتاعه. آآ كنتم متخيلين ان هما عدد معين يعني مسلا بتقتل الاربعين واحد فيطلع لك آآ يبتدي العداد يتميلي. لأ. اكتشفت ان هو على حسب المستوى. على حسب مستوى الناس. يعني انت لو بتقت الناس مستوى عادي العداد بيتميلي اسرع. لو بتقت الناس في منجة من الكرومية الناس هتقتل عشرين. لو في منجة من الحديد هتقتل تاتين. لو في منجة من النحيز مساء هتقتل الاربعين وهكذا. على حسب مستوى هم كل ما كان مستوى هم اعلى كل لما العداد اتملأ اسرع. آآ هنا هنبص بقى على اللبس اللي موجود يمكن هو هنا بياخد الحاجات اللي موجودة وهيفكك آآ مش عارة انت بتفكيكم ليه ما يعني روح استغل لهم حتى لو خصوصا ان هما مش في المستوى احمر. يعني انا ما بعملش كده. آآ طبعا هو هنا فيه هجوم حصل عليه في نفس الوقت ده برضو هو قاعد آآ شغال يمكن حصل من نفس المنطقة ولكن من الجنب وبرضو بيدافع بيسفل ظابط والبنطقات دورة. بنقطة دورة آآ زي ما تشايفين آآ هي اللي معاه آآ في مع العلاج. ده الرجل اللي واقف اهو ماليش دعوة. الرجل قال لك بقى هنا هسيبه للاخر لا مش هسيبه للاخر انا هضربه دلوقتي. تمام? وده الرجل التاني اللي واقفه. الرجل ده ده زعيم لا. ده زعيم. بصوا ما عمالي يرفحه وله ماليش دعوة. الرجل بيتجمد تماما. آآ ماليش دعوة باي حاجة لحد لما حد يعد من جنبه. آآ هيمكن آآ اومن كمان او الف اولف بتاعه مش موجود. آآ فخلينا آآ اهو ياخد آآ تكسير خفيف. تكسير خفيفة هو ابتدى شفته بنجرب ما استخدمه يعني هو دس عليه استخدام خلص هو الكلب كده كده اللي خده او الالف اولف اللي خده الحيوانية الايف هو اللي خده. آآ دي برضو ميزة ان هو على طول هيديه للحيوانية الايف اللي معاك. هو انت بنجرب ما هدوس على استخدام هو هيديه على طول حتى لو الحيوانية الايف مش جنبك. حتى لو آآ هو مش مش معاك في ايدك. العلاج مش معاك في ايدك. دي نقطة برضو من النقطة المهمة هو واضح كده ان عمر كان بيجمع موارد ويرجع الدسة ملحقش يعني يجمع كل الموارد واضح انه كان باهم المهمة اعتقد يعني الموارد دي بتاعت مهمة. زي ما انتم شايفين كده هو مفيش هو سايبه بقى الامن بقى يتسلع عليه. تمام? بعدين قال لك بقى زهق الرجل فقال لك اروح اقتل هنا. ويمكن استفاد بانه معاه فصلح على طول. تمام? اه البيت يمكن احنا قلنا قبل كده لعمر البيت بتاعتهم متقسم كويس جدا. الحوائط كتير. الموارد بتاعتهم متخزنة جوه. فالصراحة التقسيم بتاع البيت كويس جدا. ومستوى طبعا كويس عمر اه يعني احد الوحوشة القادمة. فيعني انتم طبعا كلكم وحوش وكلكم ابطال ما انكم تتفرجوا علينا. الحمد لله يعني اه الفيديوهات جايبة نتيجة معاكم والناس الحمد لله بتتعلم منها وده يمكن الميزة اللي احنا عاملين عشانها اساسا الفيديوهات. اه في ناس طبعا وحوشة واحدها من غير الفيديوهات هما داخلين مكسرين الدنيا. اه عمر الحمد لله برضو يعني البيت زي ما انتم شايفين هو بيزود هنا دفاعات بيزود حاجات عوائق. اه بيبتدي يرفع من مستوى البيت. طبعا بيرفع هوا من جوه لبرا. هو مش محتاج اللي برا قوي. اه سايب اللي برا خشب بيكسروا براحتهم على قال له هو يستفيد بان هما يبقى معاهم ديناميد. وهو يستفيد بالجزء اه اللي جوه انه هو يأمنه اكتر حاجة. ودي يمكن الميزة في البيت عند اه عمر. اه طبعا فيه لحوم كتير جدا. وده شيء كويس احنا الواحد بقى بيخزن لحوم دلوقتي بعد قصة تحميلات الالفة دي بقى بيخزن لحوم. اه كتير بقى كميات كبيرة. هنا طبعا الشوفان زي ما تشايفين كده هو بيخش يعمل الشوفان هنا على طول مش محتاج ان هو اه يخش يعمله يعني بيعمل من على القائمة بتاعت الصناعة على طول. اه في حاجات طبعا عنده نقص لان هو بيستخدمها كتير يمكن في لسه بيقوي الحوائل بتاعته. اه ولكن زي ما قلنا هو البيت متقسم كويس وهو ده الاساس. انت بنجرب ما عملت الاساس مش مهم المستوى بقى خلاص ابتدي يطور بقى براحتك طول ما انت قاعد كلما تجمع شوية مواريد تروح تحطها في حتة. تروح تزود المستوى بتاع الورش بتاع كل حاجة من اللي عندك. اه كده يمكن احنا شفنا اه نجم الحلقة بتاع النهاردة هيبقى عمر فشفنا كده فيديوهين لعمر هنشوف بقى دفاع عن الحساب الكبير بتاعي. يمكن كنت لاجع من كورومايت زي ما انت شايفين كده الواحد بنجمع كمية كورومايت حلوين. وطبعا بما ان احنا لسه بنقول اه بنقتل الناس كتير في كورومايت فالعدات طبعا نشتغل. ولاجع فاول ما بنرجع على طول بخش وطبعا انا بقيت خلاص بقيت حافظ ده طبعا القطة اللي مكتوبة عليها خنزير مش عارف ليه. عايزين نكلمهم في الموضوع ده لان انا انا بتدايق من قصة الخنزير دي ما بحبهاش. انا طبعا فاضلت واقف مستني هنا لان انا مستنيهم يجوا من هنا. انا متعود ان هو بيجوا من هنا في فتحة في النصور فبيجوا عليها. وقعدوا يكسروا يكسروا زي ما انت شايفين كده لسه الستة عايشين وما يكسرين خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر الرقم اللي تحت ده. الجنب الرقم والقطة هاي اللي طلعوهم. القطة طلعت اكتبه. اه ده عدد العدد اللي تحت ده. اللي هو العدد الاحمر اللي بيت ميدي ده. ده عدد قطاع الطرق ستة. اللي هو مكتوبة على الشمال. وكسروا كام حاجة لحد دلوقتي. تسعة وعشرين. بعد وتلاتين. بيكسروا. والمشكلة ان انا قاعد نستنيهم يجوا ومجوش. ومش فاهم بقى هم ما فين. مش عارف عدد من الشجرة طبعا التصوير ده كان وقت ما كانت لسه الشجرة لسه موجودة. آآ ظهروا هنا هون. وابتديت اول ما طلعت اضربت واحد ابتعدوا كلهم يجوا ناحيتي. آآ طبعا آآ هما دخلوا وكسروا واضح ان الحاجة اللي معهم اتكسرت ووقفوا. ده ده لفة من هنا. في واحد بقى وانا هو اللي فاضل وانا مش عارف هو فين. المشكلة طبعا السهم المفروض اللي بيطلع ده مفروض ان هو يقول لي مكانهم فين على اساس انا ابعارف ولكن هو بيسيبه. زي ما انتم شايفين كده انقصرين ستة واربعين صور ووقفوا. سبعة واربعين. ده لسه بيكسر. الرجل لسه بيكسر. تمام? عندي انا مش عارف ليه محدش واقف آآ بيشرف على الناس. زي ما انتم شايفين كسروا كمية حاجات دغضغوا البيت. دغضغوا البيت كسروا تسعة واربعين حاجة في البيت. ولكن الحمد لله زي ما انتم شايفين عشان احنا البيت معمول كويس ومتأمن كويس. كل اللي تكسر ده في اللي برا. يعني اخرهم يوم ما كسروا كسروا ده الورشة الوحيدة اللي كسرت البقر. غير كده زي ما انتم شايفين حتى ما وصلوش للصور الاولاني لحد الورش. وهي دي الفكرة في تصمير البيت. هنشوف آآ دفاع تاني برضو عن الحساب الكبير ولكن المرة دي بقى في النور كده في وضوح عشان نبقى شايفين. انا آآ لسه طالع قلتها هلف بقى مش هستانيهم زال مرة اللي فاتت فقلتها الف لقيتهم هما اصلا جاييني. الراجل جاي لي فانا واقف بقى هنا ورا العواق وهبتدي اتسلى عليه. طبعا آآ الميزة فيه هنا ان هو آآ ضربته قوية طبعا هو هنا بيعدي من جنب العواق الموجودة دي او السرك الشائك اللي موجود دي على طول بيبتدي يؤثر فيه. دي جا تضربني من فوق الرملة. وده اخر واحدة هو يمكن الناس كسروا حبة حاجات الناحية التانية هلص ويمكن مكسروش كتير. وهي بقى على حسب انت وحظك. يعني خلونا اخدت كده الحاجة اللي معاهم قبل ما نروح نبص على الحاجة اللي اتكسرت. آآ يمكن آآ مش على طول. يعني هنا انا ما اعتقدش ان هما كسروا حاجة بديناميد. لان انا ما عنديش الحواطل اللي هناك مش قوية قوي. ولكن زي ما انت شايفين ما فيش على حظ انا معيش ما لقيتش معاهم ديناميد. آآ الحاجات اللي احنا ما استخدمهاش انا بشيرها على طول ويمكن بقيت الحاجة الوحيدة للسكين بقى وده هو الوحيد اللي بفككه. لان آآ يعني هو بدينا آآ فارو. فاحنا كده كده بناخده عشان نقدر نستخدمه في آآ اللبس الشته. تمام? ده الحاجة الوحيدة اللي احنا بستفيل منه. ده كده الحتة اللي كسروها يمكن دخل وكسروا الحتة دي. يمكن بتاقي الخشب باستخدمه مسلا فيها واحدة الديناميت ولا حاجة وخلاص. فهي الحتة دي بس كده طبعا هنصلح على طول مش هناخد وقت. ده كده الدفاع التاني. وانا مستني منك وتبعته اكتر. تبعته لنا يمكن كل حاجة موجودة في الوصف. موجود لو عايز ترفعها اليوتيوب. عايزها الفيسبوك. لو عايزها على لو عايزها على اي حاجة تقدر تبعتها. ولكن انا بفضل ان هي تبقى ايامة على اليوتيوب ترفعها وتديني اللينك. او عشان بتاعت الفيديو يبقى كويسة. فكده كده هم موجودين في الوصف. لو حد آآ محتاج انه يبعتلينا عشان نقدر نقول رأينا ونقدر نقول له يقوي ازاي. مستني منكو عشان نكمل حتى في السلسلة دي. وبنفكركم كده بهدفنا ان احنا نوصل الى خمسة تالاف مشترك. فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على الزرار المتابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس. واستنهونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكو.